السلام عليكم جميعا اخباركم ايه يا رب تكونوا في خير. النهاردة كان عندنا اخر يوم في الترمي التاني من المدارس. وطبعا اولادنا حبايبنا هيكونوا قاعدين معنا اسبعين كاملين في البيت. فهنا في نيوزيلاندا في حاجة حلوة جدا ان في بعض الاماكن بتقدم انشطة مجانية للاصفال في خلال اجازات المدارس. وهي المولات المكتبات وفي اماكن تانية كتير. طيب ازاي نوصل للافينتس المجاني دي علشان نقدر ان احنا نلهي الاولاد ويلعبوا ويتبسطوا في الاجازة واحنا كمان يعني نطلع طاقتهم في حاجة مفيدة ان شاء الله. طيب في موقع هنا اسمه فايندا دوت كو دوت انزد. الموقع ده حلو جدا لانه هو بيوفر لك بيوريك جميع الافينتس اللي موجودة في نيوزيلاندا كلها سواء مجاني او بفلوس. وتقدر تدور على المجاني بس او تقدر تدور على كل الافينتس سواء بفلوس او من غير فلوس. انا هاخدكو تور حاليا او هفرجكو دلوقتي ازاي بتوصل للمعلومات دي بكل سهولة جدا والموقع مش معقد خالص يعني. ومتلاقوش خالص موضوع اللينكات لانه هتلاقو جميع اللينكات ان شاء الله في تحت الفيديو في الوصل ان شاء الله. دلوقتي احنا دخلنا على الموقع اسمه افينت فايندا. هنا انا دخل على كولين نيو زيلاند فا كولن نيو زيلاند مش بس اوECLAND انا بتكلم عليك كل نيو زيلاند. فانت وانت مت موجود بان تقدر انك انت تتدور في البلد اللي انت او المدينة اللي انت موجود فيه. فانا موجودة في اوكلاند فانا حديكم سالوا انتو تدخلوا وتشوفوا انا هاختنا لكم اللينك بحيس ان هو هيكون مواجود قدامكم كل المدن موجودة في نيو زيلاند ان شاء الله. دلوقتي seine سادخل على اوكلاند. تمام? دلوقتي هنا مبيني كل حاجة هنا اوكلاند سنترال اوكلاند ايست اوكلاند نورس اوكلاند وست لان اوكلاند متقسمها شمال جنوب شرق غرب فيعني او اللي هو سنترال مفيش جنوب للأسف بس ان هو هتجيب لك كل حاجة موجودة هنا في اوكلاند طيب انا عايزي الـ events تكون مجانا مش عايزة ادفع فلوس هنا هتلاقي اهو any price هتلاقيه free under 20, 20, 50, 50 and more فانتو على حسب انتو عايزين تدفع فلوس عايزين events free بس فانتو تدوروا على حسب اللي مناسب ليكو حاليا انا بالنسبة لي انا حاليا نقول free لان عشان فيه events كتير مجانا وفعلا بتكون حلوة ومفيدة في جميع الاماكن تمام فدلوقتي انا لما ضغطت على free انا already كانت ندفع على يعني فديه events free المجانا اللي موجودة حاليا في الـ school holiday تمام anytime day time evening فانتو برضو بتقدروا تحددو هنا تقدروا تختار all dates يعني ان هو عايزين تشوفوا ايه اللي متاح في جميع الاوقات او جميع التواريخ يعني او انت عايزين مثلا events النهاردة او بكرة ايه اللي مثلا هيحصل this week and next week تقدروا تحددو او تسيبوها all dates وتشوفوا options اللي مختار قدامك انا بالنسبالي حاليا انا بس بديكم مسال وانتو تقدروا تستخشفوا زي ما انتو حابين يعني انا هسيبها all days عشان نشوف الكمية الـ events اللي موجودة مجاني فاوكلند بتكون عندها زيت انا بتكلم على اوكلند بس فيه طمعا مودن تانية بتقدم برضو خدمات تانية هنا مثلا عندنا نورد شور كوميونيتي توي ليبرري سيشن دي برضو events موجود في هنا وايتاكري سيتي ده وست سيتي وايتاكري ده مول فهم قدم برضو free and fun educational school holiday activity بيقدم وطبعا الانشاطة دي بتكون يومية يعني لمدة الاسبوعين بيكون النشاط ده بتبقى مثلا في وسط الاسبوع مثلا الخمس ايام بتوع الاسبوع واليوم من الويك اند بيبقاش مثلا موجودين وساعات بتكون كل الاسبوع اللي بس سبعة ايام يعني مدة 14 يوم من الاجازة بتلاقي الـ events دي شغالة يوميا واكتيفتي والموعيد بتاعتها بتكون موجودة الـ events مثلا هنا بيبدأ من الساعة 10 ونصف فيه more dates وmore events موجودة يعني وممكن تلاقوا مثلا النشاط ده ده مدة يومين وفيه مثلا اليومين اللي بعديهم نشاط تاني فهو المول بيجدد في الانشاطة بتاعته بحيث انه هو يجزب الناس انه هي تجيله طبعا هو بيستفيد من الموضوع ده لان الاهالي مثلا بتكون موجودة انها ممكن تعمل شوبينج بتعود مثلا في كافي تشرب قهوة فهي برضو بتشغله المول في نفس الوقت يعني وبتشغل الناس وفي نفس الوقت الاطفال بيروحوا events مجاني وبيتبستوا بيلعبوا بتبقى الـ environment كلها بتبقى حلوة وممتعة للأهالي وفي نفس الوقت للاطفال فهو زي ما نشايفين events كتير جدا وطبعا كتب لك المكان كتب لك التوقيت بس انت طبعا لما تدخل بقى على الـ event نفسه بتشوف انا هنا مثلا حاليا هتخل لكم على event عشان انا بحاول ان انا متوضلش في الفيديو عشان يبقى سهل كده وبسيط انا هتخل على event مثلا هدوس على الـ event ده واشوف ايه المعلومات اللي متاحة قديم اهو بيقول هنا انهو free fun educational school holiday activity المكان بتاعه west city white ackery ده العنوان كمان موجود اهو علشان برضو ما تدخلوش تكتبوا العنوان وتروحوه على طول ده مول من المولات الموجودة هنا في اوكلاد المعاد بتاعه هيكون يوم الـ 2-6 جولاي 2020 من الساعة 10 ونص للساعة 2 ونص وهنا في مور كمان لما دوس على مور هيقول لي ايه كمان التوقيتات والايام اللي حيكون متوفر فيها الـ event ده فهو حتى هنا كمان بيقول لي view more session كل الايام غالبا بتاعة الاجازة اللي هي الخمس سيام في الاسبوع معادة الـ weekend دي موجود الـ event فيه يومي في المول ده من الساعة 10 ونص للساعة 2 ونص طبعا event مجاني كل اللي انت بتحتاجه بتروحه انك انت بتروح وخلص وطالما للطفل اللي هو مكان بيقعد فيه في event تانية بيكون ان هو اه في اه بتحجز بس الحاجز من غير فلوس انك بس بتسجل ابنك مثلا اه هيعمل اه لان مثلا متقسم النشاط متقسم مثلا اه لنص ساعة اه لمثلا لعشر اطفال تمام فهو انت مثلا النص ساعة دي تملت العشر اطفال خلاص المكان مش هيساعة اكتر من عشر اطفال فخلاص انا بسجل مثلا في النص ساعة اللي بعديها فانت بس مجرد انك تكتب اسمك وبتروح في الوقت اللي اتحدد ليه بتروح وخلص ابنك او بنتك بيخش وبيلعبوا بيعملوا النشاط بتاعهم بيكون فيه انشطة وبيجيبوا الحاجات جميلة جدا مش بس ان هو شوية قص ولزق وورق وكده لا ده فيه حاجات تانية ممكن ان هو يعني قبل كده بناتي عملوا نشاط ان هم عملوا زرعة زرعوا الدول هم اللي هو الطين والبزور وعملوا الزرعة عشان يرجعوا يزرعوها في البيت بيعملوا حاجات جميلة جدا وكل ده انشطة مجاني تماما تماما يعني مش هننفع ولا مليم فلو انتو حابين ان هو الاربعتاشر يقوم بتوع الاجازة انكم تصغلوهم بانشطة مجانية وتوفروا المبالغ الرهيبة اللي بتروح في الانشطة اللي هي بفلوس لا تقدروا تعملوا كده بكل سهولة بانشطة جميلة جدا 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 نقدروا انتو بنفسكم انك تستكشفوا الاماكن والانشطة وتجربوا وتشوفوا مش هتخسروا حاجة المواقع كلها هتلاقوها تحت الفيديو ان شاء الله وهتلاقوا الموضوع سهل جدا انا بارجع باك كمان كده مسلا بشوف لو في حاجة تانية بمسلا شكلها حلو نشوف كده طبعا انتو لو عايزين افنت تانية مسلا برسوم او حاجة عايزين انتو تشوفه مفيش مشكلة برضو بيكون في افنت تانية بتكون رسومها بسيطة وبتبقى برضو زي هنا مسلا فيه كده ممكن ده يكون برسومه بسيط فيه كده انا مش عارفة بالزبط تقدير ايه سعره بس تقدروا انكم تشوفوا السكاي تاور برضو عامل اكتيفيتي للاطفال برضو زريفة فتقدروا برضو انك تخش وتشوف وتشوفوا اسعاره كامل ممكن نشوف بتاع السكاي تاور عشان نشوف الفرق بين اليفنت الفري واليفنت اللي بفلوس بيكون شكل عامل ازاي طبعا بنفس الوصف الاسم اليفنت والمكان والعنوان والتاريخ والوقت بتاعه من الساعة عشر للساعة خمسة كل ده طبعا متوفر هنا الادميشن بتاعته الفاميلي كلها هتدخل السكاي تاور بخمسة وسبعين دولار طبعا انا مش متأكدة بالزبط السعر ده مخفض ولا لا بس غالبا مخفض مخفض اه فهو اه فهو انت مش هتحجز انت هتروح هناك هتشتري غالبا اه اه ممكن تسألهم كمان على تفصيل زيادة هل الادميشن دي لليوم واحد ولا لكل يوم بس على ما اعتقد ان هي بتكون لكل يوم ممكن انا فعلا لا غالبا ممكن تكون لليوم واحد انا مش متأكدة من الموضوع بالزبط بس تقدروا تسأله المكان اللي هتروحوا فيه لما هتيجوا تشتروا التذكرة مثلا اللي زي دي فهو ده الفرق بين المعلومات اللي موجودة على الويب سايت هنا مكان التيكت لو هي فري هيقول لك فري لو هي بفلوس هيقول لك تمان هكام وهيقول لك المكان اللي تشتريها منه فهي دي نقطة تانية تقدروا انكم تشوفوها ويعني معلومات بسيطة جدا وطبعا الوصف بتاع اليفينت هيعملوا في ايه اه حتى هنا مثلا بيقولوا under five years is free في يعني تحت الخسنة الخمس سنين مجاني فهو دي برضو من الحاجات التانية برضو حتى اليفينت ممكن ما تبقاش مسلا غالية زي بتاعت سكاي تاور ممكن تلاقوا في ايفينت تانية الادميشن بتاعها او الفيز بتاعتها بسيطة جدا five dollar ولا حاجة وتلاقوها ايفينت حالو فبردو ما تروحوش بس اليفينت برضو ببصوا على كل اللي قدامكم لان في حاجات بتيجي كده ايفينت بتيجي ما بتتعوضش يعني تبقى فعلا رائعة حتى لو بفلوس بس بتبقى فعلا رائعة الوفشنز كلها موجودة على الموقع ده يعني كل حاجة في مكان واحد فمش هتوه كتير ان شاء الله بالنسبة للمولاد وبالنسبة للاماكن التانية اللي موجودة في بقى حاجة تانية ايه المكتبات اللي موجودة في نيزراندا كلها المكتبات بتوفر برضو ايفينت مجاني او ساعات بدونيشن بسيط ام للاطفال في خلال فترة المدارس تمام ازاي نعرف انا بالنسبة لي هنا عشان انا قاعدة في اوكلاند فكتبت اوكلاند لايباريز فهو طلع لي الموقع بتاع اوكلاند لايباريز اللي موجود عندي حاليا تمام لو انتو قاعدين في مدينة تانية اكتبوا اسم المدينة واكتبوا بعديها لايباريز هيتطلع لكم المكتبات اللي موجودة في المدينة اللي انتو فيها تمام. هنعرف ايه اللي موجودة. هندخل على من الموقع. انا بس نستني ايه يحمل. تمام. هتشوف كل بتاعت اليفنس. في 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 فاحنا مسلا هندخل على علشان مسلا احنا عايزين حاجة للمدارس. ممكن كمان هنا عايزين في كل المكتبات اللي في اوكلند ولا عايزين منطقة معينة. دي حاجة تانية. ممكن نسيبها خالص وممكن نكتب المنطقة اللي احنا سكنين فيها. دي حاجة تانية وسهلة جدا خالص. او يعني ممكن تعملوا بتاعكم. هيعرف انتم مكانكم فين وهيديكم اقرب مكتبة آآ جنب البيت عندكم. او تكتبوا الحي اللي انتم سكنين فيه. تمام? هنا طبعا الوقت عايزين له فانتو لو عايزين تحددوا بالزبط انا ممكن اقول عشان يجيب لك كل اللي موجودة في الشهر الحالي اللي احنا فيه اللي فيه اجازات المدارس. فحنعمل استنى بس يحمل. تمام? حاليا نجاب لي كل اللي موجودة في المكتبات بتاعة اوكلند كلها بتوقيتها بكل حاجة. مع كل هتخش وتشوفوا اللي فيه. هل مسلا فيه هل فري بس اغلب المكتبات بتعمل آآ الافنت بتاعتها فري. فهي دي حاجة تانية برضو تاني انكم آآ بدل مسلا ما تروحوا مول عايزين تروحوا مكتبة برضو بيعملوا انشطة جميلة جدا 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 فيه طبعا انتم شايفين حاجات كتير تقدروا انكم تستكشفوها وتشوفوها. وانا حاولت ان انا اجمع لكم حاجات بدي بسيط والسريع كده قبل ما تخشوا في اجازة المدارس. لان ان شاء الله هي خلاص النهاردة كان اعتبر بدأت يعني النهاردة كان اخر يوم في الدراسة. وان شاء الله كنت ادتلككم معلومة زريفة ولطيفة وسهلة. وان شاء الله الاطفال يستنتعوا في الاجازة بتاعت المدارس دي ويدعو لي. وانتو كمان يعني اربع كنت اقدمتلكم معلومة جديدة وزريفة وخبيلة. شكرا لكم. وما تنسوش تدعموني في سبسكرايب ولايك. ولو عجبتكم الفيديو عملولو الشير لصحابكم هنا. علشان يستفيدوا ويفيدوا بعض وان شاء الله الاطفال كمان يتبس. شكرا لكم. سلام عليكم.